خطوة جديدة تعتبرها الأمم المتحدة مدخلاً أساسياً لفك الجمود الذي يكتنف العملية السياسية في سوريا نحو حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. اتفاق توصلت إليه الأطراف السورية على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد. كشف عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. مضيفاً أن مبعوثه الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يضع اللمسات النهائية عليه مع الأطراف فيما يتعلق باختصاصات اللجنة الدستورية. وهم تأمل الأمم المتحدة أن ينجز في وقت قريب. اللجنة الدستورية التي كانت جهود الأمم المتحدة منصبة عليها منذ أشهر تتألف من 150 عضواً. ثلثهم يختارهم النظام والثلث الآخر تختارهم المعارضة. أما الثلث الأخير فيختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. والاتفاق على هؤلاء كان محور الخلاف الذي عرقل تشكيل اللجنة قبل أن تكشف مصادر دبلوماسية عن أن الخلاف تقلص خلال الأشهر الأخيرة إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة. وبالرغم من أن الأمم المتحدة تعاول كثيراً على تشكيل اللجنة الدستورية كمخرج وحيد نحو حل الأزمة في سوريا. إلا أن نقاط أخرى لا تزال عالقة في وجه ذلك الحل. حيث تطالب المعارضة بسياغة دستور جديد وهو الأمر الذي يرفضه النظام ويقترح مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه. فيما يدور الخلاف أيضاً حول آلية عمل اللجنة الدستورية وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها ما قد يستغرق أشهر عدة أخرى لبدء مهامها في حال أبصرت النور قريباً كما تأمل الأمم المتحدة.